الجو البارد بيخلي الإنسان يجوه أكتر يعني دي طبعا ده شيء مصبوط جدا لأنه ده بيستدعي طاقة زيادة أنت يعرف درجة حرارة الإنسان 37 الطبيعية فالجسم فيه فيسيولوجي فيه تفاعلات بتخليه يحافظ على هذه درجة الحرارة على 37 رغم أنه هو مثلا عايش في أوروبا في مينس 10 أو 20 أو أنه هو عايش في بلاد في أفريقيا أو في الحتة الدافعة في درجة 40 أو 50 فيبقى هنا الجسم محتاج أنه هو يزبط درجة حرارة هذه الزبطة بتبقى لو درجة حرارة حوالينا في حدود 35-30 الجسم مش بيعمل طاقة معينة المشكلة أنه إحنا ما بنبقى في درجة حرارة 35 أو أكتر بنقعد في التكييف ونخليها 17 فالجسم يتلخم تاني في أنه عايز يوصلها لل 37 أو العكس طبعا إحنا عندنا مشكلة كنا لسه بنقول أنا وإنتي أنه بيوتنا مش متدفية زي بره طبعا ده بيعمل عبء على الجسم الإنسان أنه يحافظ على درجة حرارة رغم درجة حرارة الساقع جدا في البيت وبره البيت وكده فدي حقيقة علمية سليمة يعني طب إحنا معزورين بقى يبقى ناكل بروحتنا بقى ومتقولون فين بقى القرار هاي إحنا معزورين إحنا ما بنقولش نا والطب بيقول آه إحنا محتاجين في هذا الوقت من حياتنا محتاجين أننا ناكل حاجات بيدي فينا والحاجات اللي بيدي فينا معروفة لكل شربة العدس البطاطا أبو فروة والمكسرة محشي كرومب ومحشي كرومب السخنة اللي بيطلع البخار ده أنا جات يا دكتور فطبعا ده سليم ولكن إحنا بنسيء استخدام الحاجات دي وبناكل منها أزيد من ما إحنا محتاجين لأننا بنستعجل إن الحاجات دي تدينا الطاقة فبالتالي بنخزن الفرق هي دي مشكلة